وطبعاً إخوانا المناقل معروفة بلد مركز من أهم المراكز في سودان للصوفية للصوفية وفي غرى المناقل إدعلموا كثير من المشايخ والمريدين أي وفي ناطق المناقل هل نحن نقول لهم نكتة عن المشايخ وطبعاً المشايخ وانا ناس نكتة وناس طرفة يعني لا الجاهزة جاهزة الكرتونة جاهزة أحمد دايلا نكتة ولا كرتونة أي حاجة ماشي لا نكتة ولا كرتونة كرتونة نادي الكرتونة ونادي الناس يشاركون النكتة يا أخوانا طبعاً يا أخوانا المشايخ أزول بالجليهم يعني تلجليهم في الحوجة تلجليهم ينصحوك تلجليهم يدعوا ليك تلجولهم يعني في الحياة الكبيرة فينا هز عندنا الكبيرة والصغيرة يمشي بها واحد ينسحت وقدم السائسة للناس قالوا تزع قال تزع وخمسة وشي للشيخ يقول له والله يا الشيخ سحتي قدمت خمسة دقائق دي ما مزول منا فقال واحد من ناطق يبين دي لأولاده بره برسلوله وزول مرطي مع إنه شغلهم اليوم ديك فتح المخزن كيلي قالوا فاري تلجب تشقف المخزن جري ليه الشيخ اللي قي يسبح قال يسبح قال له بو يا الشيخ والله الفيران دي الحمنان القعدة الشيخ شغلت شنو الفيران يسبح ساي كيف هذا والله يتلجب انكدي تلجب انكدي فوق العجدة حمنان القعدة الشيخ في تسبحه كدي قال له أزول ربي لك كديس قال له والله قديسة نغيرك مع إنه بويش